لما بتهل علينا نسائم شهر رمضان بنفرح بشعائر كتير مرتبطة بيه زي صلاة التراويح صلاة التراويح هي صلاة يؤديها المسلمين بعد الانتهاء من صلاة العشاء أكيد بيجي في بنا سؤال ليه اسمها تراويح علماء في الإسلام قالوا إن صلاة التراويح اتسمت كده عشان المسلمين بعد كل تسليمتين منها بيجلسوا ليستريحوا فكلمة تراويح كناية عن الراحة وفي بعض الأئمة بيستغلوا فترة الراحة دي ويدوا دروسوا مواعز للمصلين بيكون الغرض منها الارتقاء بروح المؤمن كتير مننا بيسأل عن عدد ركعة التراويح لم يثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء عن عدد ركعة التراويح ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت بأنها قد رأت رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يصليها 11 ربعا وكان يصليها 4 أربعا ثم 3 ويمكن للمسلم أن يزيد عن 11 ركعة ممكن 20 أو 36 حسب مقدرته وتعتبر صلاة التراويح من السننة التي يجب على المسلمين اتباعها فقد وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر